زمان كنا بنتكلم على السمنة او البدانة انها يعني صحة وعافية ومنبقى مبسوطين او من لحد يعني صحته في بدانة عنده لحد كلها لكن اخيرا بلانة ننتبه ان السمنة مرض متعدد ويصيب اجزاء الجسم المختلفة ويسبب مجموعة امراض مختلفة طيب السمنة دي بنحددها لها درجات فالعلماء حددوا الدرجات السمنة دي بلد يحسبوا حاجة اسمها مؤشر الكتلة الجسدية بيحسب وزن الجسم ويقسموا على طول الجسم بالمتر يعني طوله 170 سنتي يبقى 1.7 من 10 يبقى مربع الطول يعني 1.7 من 10 في 1.7 من 10 الجزر التربيعي بتاعهم ده في المقام في البص في المقام والبص على الوزن بيطلع رقم معين بنسميه مؤشر الكتلة الجسدية او بالانجليزي البودي ماس اندكس فبنقول لو طرع الشخص الطبيعي فينا من 19 الى اقل من 25 لو بدأنا من 25 الى اقل من 30 يعني 29.9 من 10 يبقى ده عنده بنسميها السموة للعلماء برضو ان هي ايه زيادة في الوزن يعني اللفظ كده كريم شوية اقول لك ده ده وزن زايد شوية طيب لو عدت من التلاتين بقى الى اقل من 40 يعني الى 39.9 من 10 دخلنا في درجة متوسطة من درجات السمنة لو طرعنا فوق الاربعين بقى حاجة ما سمنا مفرطة طيب احنا المشاهد مش هيقعد ياخد ميزان ويوزن نفسه ويبعني اسطوله ويجيب كالكليتر ويحسب تقريبا بنخسم 100 من طول الوزن بالسانتي لو واحد وزن 170 يبقى تقريبا متوسط وزن ما بين 70 اقصى حاجة تبقى 75 او 80 وده انقول ده الوزن المثالي بتاعه ما زاد عن ذلك يبقى فيها ايه سمنة وخطورة